اكد سمو الشيخ ناصر بن حامل الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيري وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضعت رؤية شاملة لبناء الإنسان البحريني باعتباره الركيزة الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالته وقد تم ترجمة هذه الرؤية إلى خطط عملية نفذتها الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس لزراء بمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمين وقال سموه أن يوم الشباب الدولي الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام مناسبة مهمة لتأكيد السعي المستمر لتنفيذ الرؤية الملكية السامية تجاه الشباب في مملكة البحرين وضف سموه أن في هذه المناسبة العالمية الشبابية التي ترفع شعار إتاحة مساحات مأمونة للشباب تأتي لتؤكد أن الاستراتيجية البحرينية كانت سباقة في الحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير وتأهيل الشباب تحقيقا للأهداف التي تنادي بها الأمم المتحدة في هذا العام حيث عملت المملكة من خلال وزارة شؤون الشباب والرياضة وبقية الجهات ذات العلاقة بالشباب عملت على المشاركة الفعالة للشباب في مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة وأشار سموه أن مدينة الشباب 2030 واحدة من المبادرات التي تعكس هذه الاستراتيجية على أرض الواقع حيث قامت منذ انطلاقتها قبل تسع سنوات على إتاحة المساحة المأمونة للشباب البحريني للتدريب والتأهيل والمشاركة والاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص وأكد سموه إيمانه المطلق بقدرات الشباب البحريني الكبيرة التي باتت قادرة على طرح الأفكار والرؤى الإبداعية في إيجاد حلول المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع لهذا جاءت جائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كتعبير عن الإيمان الراسخ في قدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل لجميع الناس وتطرق سموه إلى الإحصاءات التي ذكرتها الأمم المتحدة بأنه يوجد حاليا أكثر من مليار ونصف مليار شاب في العالم ويعيش واحد من كل عشرة أطفال في مناطق الصراع وأربعة وعشرين مليون طفل منهم لا يذهبون إلى المدارس لفتا إلى أن مملكة البحرين تمتلك كل عوامل الأمن والاستقرار بفضل جهود الأجهزة المعنية كما أن المملكة مقبلة على الاحتفال بمؤوية التعليم النظامي بها في عام 2019 التي تشهد استمرارا لنهضتها التعليمية الشاملة وأشدد سموه على أن المملكة أتاحت الفرصة للمشاركة السياسية والمدنية وأصبح للشباب البحريني دورا مهما في تحقيق التطلعات المستقبل مملكة البحرين في ظل العملية الإصلاحية التي تشهدها البلاد بشكل مستمر وهو ما تحقق من خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية بالمملكة المملكة